ايامي مهرجان بطولة الكويت لنسخته التاسع عشر وختام هذا اليوم وهذا الصباح في هذه اللحظات على بركة الله تعالى تعلن الانطلاق السادس عشر للبكار مع انطلاقة الشعارات والأسماع العملاق المتواجد الحاضر بين أركاني وأقطاب هذا الميدان دائما ما يتواجد على أرضية هذا الميدان أسمان عملاق شعارات رنانة صالت وجالت في ميادين الخليج فمرحبا بجميع الضيوف القادمين من المجلس التعاون الخليجي اذا مشاهدين متابعين العزاء الاربع كيلو مترات هي الحكاية هي الرواية التي سترويها لنا الأسماء وتحكيها لنا الشعارات المتواجدة المنطلقة الكل يبحث عن نقطة في هذا المهرجان في هذا العرس التراثي في هذا الكرنفال انطلق وتنطلقون مع الصدار مع مجريات هذا الشهوط والانطلاقة الأولى والتحديات نخوة بالصدار عبدالله بن محمد بن عامر الاهتئة للمرية من يتواجد من ينطلق مع انطلاقة نخوة ونخوة هذا الشعار يتواجد دائما بالمهرجانات بينما المركز الثاني اللي واصل بأذي اللحظات يصل مع انطلاقة بلشا علي بن راشد بن علي البريسي المري من يتقدم على المستوى الثاني بينما المركز الثالث اللي طارد اللي لاحق يبحث عن السلام يتواجد شعار مع انطلاقة الضبي محمد بن هادي بن مطيع العجمي ابناء هذا الميدان ابناء الدار المضيف يتواجد ينطلق على المستوى الثالث ويبداع هذا الميدان متواصل مع شعارات ابناء هذا الميدان بينما المركز الرابع اللي واصل بأذي اللحظات يصل ويتصل مع شعار عبدالله بن علي بن راشد المريات بالنجوم مع انطلاقة تعزيز وتعزيز هذا الشعار ينطلق هنا على المستوى الرابع بينما المركز الخامس اللي واصل اللي ينضم في هذه اللحظات شقرة ومانع بن دواس بن مانع العجمية واصل هكذا اتممنا النداء الأول على مسامحكم يا مشاهدين يا محبين هذه الرياضة رياضة الأباء رياضة الأجداد رياضة المستقبل لا تحيشوا إلا بإثار بتحديات بين الأخوة أول نواميس في كل هذه المرجانات هذا ما بين يدور ما بين الأخوة الأخوة الخليجيين الذي يتواجدون في هذا المرجان انطلق وياكم حيث الصراع حيث النزاع مع الصدار مع انطلاقة وتحديات نخوة يا نخوة والمري في الصدار بمحمد يحاور يناور الصدار باحثا عن السلام عبد الله بن محمد بن عامر الاهتي للمري ولكن جاوز يلي بتجاوز في هذه اللحظات غير الصدار انطلق مع انطلاقة الظبي محمد بن هادي بن امطيع العجمي بوهادي لا يهدى لا يهدى إلا بالصدار الله الله اختربنا من خط النهاية ناموس الختام لمن لمن يا مشاهدين لمن يا متابعين ولكن بقيادة الظبي وانطلاقة الظبي وشعار محمد بن هادي بن امطيع العجمي من يحاور من يناور الصدار يقود الأسماء خير قيادة وخير ريادة ولكن الحذر نخوة واصلة في هذه اللحظات مع شعار والتحديات عبدالله بن محمد بن عامر المري اللي واصل في هذه اللحظات ينضم للثلاثية هتاشة محمد بن راشد بن حرير المزروحي الله 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 ياهو من ثلاثية ذهبية ذهبية عملاقة عملاقة ولكن الظبي بهادي لا يادا والمر يحاور يناور يطارد باحثا عن السلام محمد بن راشد المزروحي يتواجد مع هذا تاشه يخواني شوفوا المنافسة اشتد السراعة ما بين الثلاثية يا بابابابابابابابا هالله هالله يا سلام 으�错 كل من على خط واحد ولكن الظبي 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 بهادي بهادي لا يعد إلا بالصدارة لا يعد إلا بالصدارة سلام ميدان الشعيد سلام أبناء الدار أبناء الدار افتتحوا النوميس واختتموا النوميس سلام مالك الضبي محمد بن هادي بنمطيع بنمطيع انطلق مع الصدارة أسعد الله صباحك بالورد بالياسمين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار محمد بن هادي بنمطيع العجمي بينما المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات هتاشى محمد بن راشد المزروعي ثالث الأسماء فكانت نخوى عبد الله بن محمد بن عامر المري رابع الأسماء وخامس الأسماء نتركه للجنة الخطي والتحكيم مشاهدين متابعين العزاء تهنين والناموس لجميع الفايزين الكلمة عود للاخ متعب السعيدي وكذلك للزمين المتألق المذي عبد الهادي العجمية شكراً لمعلغنا عون الهاجري على هذا التعليق وعلى مجريات هذا الشوط السادس عشر والأخير ومسك الختام للفترة الصباحية وبعد إن شاء الله لنتقل معكم من الله تعالى في بثنا المباشر للساعة الثالثة عصراً لنقل الفترة المسائية من الله تعالى أخي طبعاً محمد بن سحمل هاجري النتيجة لهذا الشوط الأخير من نتيجة طال عمرك الضبي لمحمد بن هادي بن مطيع العجمي تهانينا وألف مبروك لأبو هادي على هذا الفوز صاحبة إنجاز في هذا الموسم في هذا الميدان نهني هنا موسم أبو هادي ومنطور الغيبات أبو هادي وشعاره معروف حقق البركز الأول في ختام دولة الكويت